الناس كلها في مصر منتبع تسريبات التعديل الوزاري الجديد واللي طلعوا موقع قاهرة 24 ومواقع تانية وبلغت الناس كلها تتكلم عن الوزراء خلينا اكلمك على خمس ملاحظات على خمس اسماء سريعا جدا لموضوع التعديل الوزاري هل تعلم يا عزيزي ان وزير المالية الجديد احمد كجوك اللي قالولنا ان هم جايبين كفاءات وجايبين ناس جمدة جدا وجايبين ناس جديدة وسياسات جديدة كان نائب محمد معيت وزير المالية اصلا اللي هو عوم الجيني وخرب بيتنا في الاقتصاد باول واحدة النقطة التانية هل تعلم ان احمد كجوك ده هو عضو مجلس ادارة مجموعة شام طلعت مصطفى اللي النهاردة الصبح كانت بتفتتح مشروع مع الحكومة ب 21 مليار دولار في الساحل الشمالي في منطقة اسمها ساوث ميد تقريبا يعني في حاجة كده مصلحة واحدة الرجل وزير المالية هو عضو مجلس ادارة شام طلعت مصطفى اللي بيدخل في بيزنس مع الحكومة لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله الوزير التاني الحقيقة هو سامح الحفني هل تعلم ان سامح الحفني وزير الطيران المدني الجديد كان طيار في الرئاسة المصرية متهم في قضايا فساد في 15 و 16 2015 و 2016 ومتهم بإدارة المال العام لكن المصيبة الاكبر اتعمل عنه تقارير في البوابة نيوز تقريبا ومواقع تانية انه كان طيار في الرئاسة المصرية وفي رحلة من رحلات السيد عبدالفتاح السيسي لدولة افريقية ادالوا معلومات غلط وعمل ازمة دبلوماسية ما بين مصر وما بين دولة افريقية فشلوا من المكان بتاعه نروح للوزير التالت ووزير الخارجية السيد بدر عبدالعاطي هل تعلم يا عزيزي انه كان في فضيحة لجسوس مصري في مكتب انجلا ميركل المستشارة الالمانية السابقة والسيد بدر عبدالعاطي كان هو السفير المصري ايامها في المانيا وكان متورط في القصة بشكل او باخر هل تعلم ان السفير بدر عبدالعاطي متهم بالتجسس على ابناء الجارية المصرية والاكتر من كده اللي بينزل فيهم مصر وبيكون مثلا معارض من الحكومة او معارض للحكومة فبدر عبدالعاطي بيبلغ مصر قبل ما ينزل واتقبض على نشاطاء مصريين فعلا اول ما وصلوا مطارات في مصر ببلاغ من بدر عبدالعاطي هل تعلم انه الرقابة الادارية راحت فتشت مبنى السفارة وفتشت البيت بتاع بدر عبدالعاطي تقريبا من كام سنة ايام ما كان سفير هناك واكتشفوا انه هو فيه اختلاسات بخمسة مليون جنيه تقريبا ومسجل عربية مرسيدي استبعى السفارة باسمه ده هيبقى وزير خرجية بتاعنا هل تعلم يا عزيزي انه الراجل الجديد اللي اسمه شريف الحسيني تقريبا وزير الاسكان شاب صغير خريج 2005 كل امكانياته انه هو كان رئيس جهاز العاصمة الادارية في 2021 انجازات رهيبة جدا وتغيير عظيم جدا وحكومة جديدة وهنبسط يا جماعة شاب صغير